أهلا بكم في الثاني من تشرين الأول يحتفل العالم في كل عام باليوم الدولي للعنف لنشر رسالة اللعنف عن طريق التعليم وتوعية الجمهور لمبدأ محاربة العنف والحث على تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم يشهد العراق موجات عنف مختلفة ومتداخلة مع أزمات سياسية واجتماعية وأمنية تمثل أشد جولات العنف فتكا منذ سنين خلت وتتجلى أثارها في مفاصل عراقية كثيرة وربما يكون العراق بسببها ليس مشمولا باليوم الدولي للعنف كثيرة هي أشكال العنف في العراق ولا يكاد يمر يوم دون وقوع المزيد من حالات العنف الأسري في العراق يتضح حجم هذه الظاهرة من خلال الأرقام الرسمية حيث تلقت الشرطة المجتمعية في العام الحالي نهو ألف ومئة وستنتين وستين مناشدة وتمت معالجة تعنيف سبعمائة وأربع وخمسين حالة من النساء ومعالجة تعنيف مئتين وثلاثة وثلاثين من الرجال ومعالجة تعنيف خمسة وخمسين طفلا إضافة إلى إعادة اثنتين وستين فتاة هاربة ورصد ومتابعة اثنين وعشرين طفلا هاربا فضلا على انتشال اثنين وعشرين من كبار السن نتيجة التعنيف وانتشال أربعة أطفال نتيجة التعنيف أيضا كما كشفت إحصائيات لمنظمات مجتمعية بأن تسع وعشرين في المئة من نساء العراق يتعرضن لكل أشكال العنف ويشكل العنف الاقتصادي أكثر عنواع العنف الذي تتعرض إليه المرأة الأمم المتحدة صلطت الضوى على السمرار ممارسات التعذيب للمحتجزين في السجون العراقية على الرغم من الضوابط القانونية التي تمنع هذه الممارسة التي قالت إنها منتشرة في السجون في جميع أنحاء البلاد تقارير أمنيا انتقدت التعامل القمعية للقوات الأمنية لا سيما أن فئة الشباب من دون الثمانية عشر عاما هم أكثر المتضررين من أحداث العنف التي رافقت تظاهرات تشرين بعد مقتل ثمانمائة شخص وإصابة الآلاف وتغييب واختطاف العشرات يتسبب السلاح المنفلت أيضا بسقوط العديد من الضحايا سواء عبر الاختطاف أم التغييب أم القتل كما حدث مع نشطاء وصحفيين وهو السلاح الذي تسمي السلطات وأصحابه عند وقوع حوادث بالمجهولين تقريبا لا تمر ساعات دون نزاع عشائرين جديد وتفتفع أصوات الرصاص ويسقط العديد من الضحايا وهو ما يؤشر غياب القانون في العراق ووقع الناس تحت وطأة عنف متعدد الأوجه وبعد كل ما تم ذكره تشير بوصلة العنف إلى العوامل والأسباب إلى طبيعة الخلل الكبير في النموذج السياسي والاقتصادي وافتقار المؤسسات الحكومية إلى البرامج العلمية والاقتصادية التي غيبت بدورها مبدأ التوزيع العادل للثروات مع الابتعاد عن تطبيق معايير الكفاءة والمنافسة النزيهة في توزيع السلطة في شغل الوظائف العامة والخاصة شكرا لكم اشتركوا في القناة